عندي اول محمود عشور وضع في الطاقم التحكيمي لمبارات هتقولي يا جماعة كده لمبارات اهو غزل المحلة والبيرامدز بكرة معادها بكرة ده على الموقع الرسمي او صفحة الرسمية لاتحاد الكورة الجولة التلاتين السلساء 9 اغسطس استاد غزل المحلة غزل المحلة والبيرامدز حكم ساحة امين عمر حكم مساعد هاني عبدالفتاح حكم مساعد سيد نافع حكم رابع علي السعيد حكم فيديو فار محمود عشور مساعد حكم فيديو المعاه مبروك نبيل اهو اهو عشان تعرفوا الكلام اللي قلتلكم بانها اهو متوقفش محمود عشور متوقفش عندن في الاهلي ولا متوقفش لانه مش غلطان واتحاد الكورة مش عايز يطلع يتكلم وده حاجة بالنسبة لي مدهشة وعلى فكرة هو بص الحق احق ان يتبع يعني اذا اتحاد الكورة طلع الفيديو اللي محمود عشور قال لهم عليه واخدوا وعلى فكرة خدوا اللقطة قلتلكم امبارح في حالة امبارح ان اول امبارح قاعدوا معاه وحققوا معاه واتكلموا معاه وقال لهم الفيديو هو وهاتوا جهاز الفارة هو ودخلوا اللقطة هي ودوسوا على الزرارة هو وطلعها لوف سايد ولا مشوف سايد ان تلعت اوف سايد يا جماعة اتحاسب بس ان ما تلعتش اوف سايد الدوني حقي ايه حقه يعلنوا اتحاد الكورة ويطلعوا لقطات دي للناس ويفاهموا الناس ان الفار دا بيشتغل ازاي ميطلع عصام عبدالفتاح جالبينا جهاز فار ما يجيلنا في الاستوديو يا عم ولو مش بيحبنا بيحب حد تاني يروح له ويورينا وهو انت لو عملت الكلام دا وانا قلت حتى الاتحاد الكورة مبارح ما تكلم كابتن لسوس جمال علام ما يكلم كابتن محمود الخطيب ويقعد معاه ويوريله بعينيه او معاي مسئول من نادي الاهلي او مدير الاتحاد مع مدير النادي الاهلي ويقوله تعالى يا عم الفارة هو الجهازة هو واللقطة هي والشغلة هو وبنحط النقط كده والخط بترسم كده وبنقوله انتر بتطلع النتيجة كده اهو فمحمود عشور على فكرة وكلادنبرج النهاردة شاف اللقطة وقال له اوف سايت خد بالك بس حد عنده الشجاعة يبقى صفة الشجاعة دي بقت ندرة اول كده يعني صفة الشجاعة دي بقت ندرة للدرجة دي معقول اتحاد الكورة بكل عظامته دي مش قادر مش قادر يطلع يقول الحاكم بتاعي بريء ويرجع له حق المعناوي حتى الناس كلها بتتعامل مع محمود عشور انه ايه يعني بص الرجل اللذي يعني اهانى الحق والرجل اللذي بعد اميره والرجل يعني قول زي ما تقول لكن كل الناس اللي هاجمت محمود عشور وكل الناس اللي شافت ان الكورة مش اوف سايت وكل الناس اللي قالت ناقل كل الكلام ده هل تقبل الظلم مفيش حد بيقبل الظلم بس امتى انا اقول ده ظلم او ده حق لما توريني بعناية الدليل حط الدليل قدامي وانا بقول اتحاد الكورة بوجهه لو انت خاف من ايه انا مش فيه وانتحاد الكورة خاف من مين ومن ايه ما تطلع تواجه وحط الفيديو ومش هيزعل ده الاهلي على فكرة الموضوع خلص والاهلي عارف انه مش دي قصته والاهلي حتى لو الجن تلع اوف سايت احنا بنشوف بالعين المجردة في الاخر لكن حتى لو الجن تلع اوف سايت الاهلي ما تظلم في مية قرار تاني تحكيمي قبل كده والاهلي طلب تعديل منظومة التحكيم مليون مرة ومنظومة التحكيم فشلة بدليل اللي انتو جبتو خبير اجنبي مظبوط كده واحنا مش عارفين من رئيس اللاجنة وقعدين نلف واندور حاورين يطيطة ومحدش عارف يطاق يطلع يقول كلمة مباشرة ان كلاتن بير جاي رئيس اللاجنة قعدين نقوله التطوير وهيقض مع عصامها فتاح وهيقض مع عصامها فتاح ماشي ولا مش ماشي محدش يجاوبك طب انتو على الموقع كتبت شوية رئيس لاجنة التحكيم وعدين شوية متشارين بدهت تقولوا التطوير مع عصامها متفهمش ليه لغات ما الوزير النهاردة طلعها قال ايه معقول معقول وكان اجابة له الحقيقة بتصرحات ليه النهاردة منطقية هل معقول حاجيب واحد خبير اجنبي في التحكيم وهو مش رئيس اللاجنة يعني حتفع فلوس بالدولار لواحد اجنبي انجليزي جاي وما خلوش رئيس اللاجنة مستشار يعني اللاجنة يعني ايه مش فيه ده الوزير اللي قال كده اهو اشرف صبح يكشف دورك لاتنبرج وموقف لاجنة الوزارة من ناعم طال افراق قال كده الوزير النهاردة في تصرحات ليه قالك طبعا جاي رئيس اللاجنة طب هو بيتكلم من اي منطلق ان هو داعم بالفلوس للاتحاد في كل الصفقات الاجنباء الاجنباء اللي جاي ده الرجل البرازيلي بتاع المتخب الاولمبيا والبرتغالي بتاع المتخب الاول والانجليزي بتاع التحكيم هو داعم بالفلوس بالوزارة للكلام دا كله مع اتحاد الكورة فهوما قيلله دا جاي رئيس لاجنة حتش بتاع تكلم طب الراجل ده مين جاب له حقه ولا حتى سيبوا الناس تاكل فيه وتنهج فيه وعايز اقولكم ان محمود عشور كان من ناشئين الاهلي دي نقطة بس وما اتنقل من من المينيا للاهلي بوا صغير ناشئ كده وكان بلعب سرديباك ولا لبر ولا رحاية كده يعني وخد بالك كان مع ساد عبد الحفيز في شقة واحدة وهم مع عيال صغيرة كده ناشئين في المانيال محمود عشور لعب ثلاث سنين في ناشئين الاهلي وجايله من مانيال وبعد كده مشي على فكرة راح الزمالك يعني احمد ايه دا عبد المالك كاتب بقولك ايه في تويت محمود عشور حكم البرا الذي الغى هدف الالف وبرد فارقه كان العمان في ناشئ النادي الاهلي لا اعرف ان كان اهلاوة ام لا ولكن ايه متأكد انه كان ضمن ناشئين sabenлюс ايه احمد عيد عبد المالك بس انا بقى احه فجأك واقولك كما ان هو كان من ناشئين الاهلي وقاعد مع ساد عبد الحفيز في شقة واحدة في المانيال لكن ثلاث سنين في الناشئين ومشي راح الزمالك ثلاث سنين اي راج بقى احمد عايد في المعلومة دي يعني قعد ثلاث سنين في الاهلي وقعد ثلاث سنين في الزمالك ناشئ برضو في نادي الزمالك وبعد كده راح الصيد وعرفش يبطل وبعد تبقى حاجة حاجة كده يعني لكن كل ده ولا يهمين انا مش حد الانطباع المحمود عشور نتيجته بلاي في الاهلي لا لاي في الزمالك لا ده كلام صغير هو الراجل بيشتغل بجهاز الجهاز ده بايز سليم انا مالي هو الراجل اشتغل حط المعلومات داس انتر هو بيقودش عالجهاز على فكرة يحط الخط وبعدين بيعنيه كده يقول اه ده هو قرب للمرمى ولا بتاع المدافع ما بيعملش كده ده هو الراجل بيحط الفيديو ويحط الخط ويزبط ويدوس انتر انا بقول للكابتن سمير محمود عصمات كابتن احمد الشناو الكابتن جمال غندور الكابتن رضا البلتاجي كل الكابتن دول روحوا اتحادوا الكورة روحوا للكابتن عصام عبدالفتاح او روحوا لأستاذ جمال علام وخشوا على الجهاز وبصوا على اللعبة انتوا بعنيكوا وقدوها انتوا بأديكوا واطلع اتكلموه الفضائية اطلعوا محمود عشور معا حق اطلع اقولوا معا حق يمكن ترجعوله حاجة مش قادر اتحاد الكورة ينطق ولا يواجه اتضرب غطس مفيش حد شجاع وده حاجة غريبة جدا دي بجد حاجة غريبة جدا بجد مفيش حد قادر يطلع يقول وهو جمهور الآلة حيتدايق لما تقوله ان محمود عشور مظلوم ايه جهاز بقى صح غلط ايه جهاز بايز مش بدي قصة تعني لكن انا كحكم قاعد في الفار دوست حطيت الصح دوست الانتر فوجئت الكورة اوف سايد مع انه محمود عشور قال لهم انا كنت شايفة بعنامش اوف سايد لكن الجهاز طالع لهم فعدتها تاني وعدتها تالت بتقنيات اعلى على الجهاز على فكرة والغندور مع التليفون احمد الغندور الحكم على الاربيز قال له استنى 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 فالاخر خلاص الجهاز مترقى له اوف بقدرش يقول له مش اوف سايد لكن مين يروح بقى المحمود عشور يديلو حق ولا حد خلق البس يا معلم مع الجمهور وعادي مفيش مشكلة يعني